أكد مصدر عسكري في الجبهة الجنوبية أنه بدأ العمل على خطة بالتعاون مع التحالف الدولي لتحريك الجبهة الجنوبية لقتال داعش بالتوازي مع المعركة التي أطلقها عدد من فصائل المعارضة في تلك المنطقة ضد التنظيم إلى ذلك عمل داعش في الأيام الأخيرة على إعادة تنظيم صفوفه ومقاتليه في المنطقة الجنوبية وذلك لتدعيم معقله من الرئيس في الرقة بعد الانتكاسات التي تعرض لها التنظيم في سوريا والعراق معي عبر الأقمار الصناعية من درعة محمد الحوراني مراسل الأخبار الآن في درعة وريفها محمد مسل خير إذن نتحدث عن إعادة صفوف للتنظيم بعد تكثيف المعارك على الأرض ونتحدث عن إعلان تعاون مع التحالف الدولي لهذه الجبهة تحديدا للثوار الجبهة الجنوبية ما المعلومات لدينا حول هذين التطورين؟ نعم يسوم مساء الخير في حقيقة الأمر أن الجبهة الجنوبية اليوم تخوض جبهتين متزامنتين الأولى ضد النظام والأخرى ضد تنظيم داعش هناك تنسيق عسكري عالي ما بين فصال الجبهة الجنوبية ضد تنظيم داعش في منطقة حوض اليارموك هذه المنطقة التي تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش في الجنوب السوري هناك تجهزات عسكرية وصلنا مع قادة عسكريين في المعركة التي ممكن أن تبدأ خلال الساعات القادمة أن هناك تم نشر السلاح الثقيل والعتاد الثقيل لعملية التطهير لحوض اليارموك من تنظيم داعش جاءت هذه العملية العسكرية بعد خضوع فصال الجبهة الجنوبية لدورات عسكرية أشرفت عليها غرفة عمليات الموك التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وتم تزويد فصال المعارضة أيضا بسلاح جديد لمواجهة التنظيم من مدرعات ومن أسلحة أخرى في منطقة حوض اليارموك اليوم بات التنظيم ينهار فعليا وخاصة بعد أن خسر نقاط اتصاله الرئيسية ما بين الشمال السوري والجنوب السوري وخاصة بالتزامن مع المعركة التي خضتها فصال الجبهة الجنوبية في البادية الشامية وخسر خلالها تنظيم واقع استراتيجية كنقطة بئر القزب وحوش حماد هذه النقاط التي كانت تحتبر نقاط اتصال وأمداد لعناصر التنظيم في منطقة حوض اليارموك اليوم بات التنظيم ينهار فعليا في منطقة حوض اليارموك وهناك مناطق تم إخلائها كمنطقة القصير التي تقع في المثلث ما بين المملكة الأردنية وسوريا هناك انهيارات واضحة لم تعد هناك عناصر كافية لدى التنظيم ليغطي كافة هذه الجبهات بدأ ينسعب هناك معركة مترقبة خلال الساعات القادمة تعلنها فصال الجبهة الجنوبية بالتعاون مع التحالف الدولي ضد هذا التنظيم في تلك المنطقة في منطقة حوض اليارموك ولا سيما في تل عشترة وأيضا بلد تتسيل وعدوان وأشجرة والكسير شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات محمد الحوراني مراسل أخبار الآن في درعة وريفها كنت معنا مباشرة من درعة ترجمة نانسي قنقر